بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين النهاردة يا حباب قلبي الأول كل عم حضراتكم بخير النهاردة معانا قصة برضو من القصص اللي هي يعني تشرح وتنير القلب هي في الأول الحزينة بس يعني جزات الإحسان ما هو إلا الإحسان قصة واحدة عجوزة قوي 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 الست دي إزاي ضحت بآخر إرش في جبهة طلعته صدقة وإزاي ربنا سبحانه وتعالى كفئها بعد المعاناة اللي شافتها وبعد الظلم والقهر اللي شافته في حياتها وربنا قرمها قرم واسع 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 جدا جدا بحاجة بسيطة خالص بس هي عملتها وعلى فكرة احنا كلنا بنعمل الحاجة دي وربنا إن شاء الله يكرمنا بإذن الله ويبقى نهايتنا نهاية سعيدة زي نهايتها تابعوني للآخر واسمعوا قصة الست العجوزة القوي دي الكصة بتبتدي إن كان فيه واحد مهندس سافر بره ألمانيا وفرنسا والدول الأجنبية واشتغل كتير قوي 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 ورجع اشتغل تاني في دول الخليج برضو كتير سنين 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 أكتر من عشرين سنة فيجى عليه فترة كده لف بقى ويزاده يعني بقى عنده حنين لبلده بقى عنده حنين لأرضه بقى عنده حنين لأهل بلده والبلد نفس اللي هو تولد فيها بلد فلاحين زي أي واحد من الفلاحين ربنا بيكرمه بيسفر يشتغل بره المهم هو قرر إن هو يصف كل شركاته بره وأعمله بره ويرجع يستقر يبني له بيت في بلده ويشتغل بقى في بلده والمهم صف كل شركاته ورجع هو والعمال اللي عنده رجع مثلا هو والسكرتاريا بتاعته والطاقم اللي هو شغال معاه عشان هيشتغل معاه بورده في مصر لأنه هو كمان هيفتح في مصر بس قال العمال اللي عنده يا جماعة أنا قبل ما أبدأ في حاجة أنا لازم أسافر بلد اللي هي بلد الفلاحين دي وأبدأ منها يعني أشتغل منها أبدأ أعمل بقى فيها مشاريع بقى علشان اللي أنا اشتغلته عمره كله أستثمره في بلد دي سافر البلد وبعدين لو بجد أن البلد فعلا محتاجة مسجد فقال لهم أنا هابني هنا مسجد ولازم أشتغل بإيدي في المسجد ده المهم بدأ البناية بتاع المسجد وبدأ هو يلبس جلبية بقى اللي هي الجلالبة اللي هي العمال اللي بيشتغلوا في الفوعلية يعني فبدأ هو يشير للطوب بإيده بقول ده أكرم حاجة وأشرف حاجة والمساعدين بتاعه وقفين بعيد عنه هو بيشتغل بإيده في المسجد المهم فيه ستة كبيرة فلاحة وعجوزة قوي من البلد بتربي ولد ابنها اليتامة أمهم وابوهم عملوا حادثة تقريبا ومعها هي بتربيهم مع ولدها التلاتة هو أخي تلاتة اللي أحفدها وتلاتة إيه ولدها فبقوا ستة وهي السبعة المهم بقى هي عجوزة طبعا وملهاش أي حد وكان ابنها الوحيد اللي توفى وزوجها متوفي وملهاش حد وكانت هي تاخد تقطف الكرات والجرجير والحاجات دي وتروح تعملها روبط كده وتروح تبيعها في السوق في يوم من الأيام هي خدت البضعة بتاعتها ورحت باعتها في السوق وكان معها بقى باعتهم بعشرة جنيه وما اللي كانوا معها يعني وباعت بيهم وهي راجعة لقت الباش مهندس ده عمال بيبني وبيشيلوا الطوب وبيعمل في الطوب فهي فكرته واحد يعني على بابا الله غلبان واحد بيشتغل بلقمة عيشه بكده فرحت عتياله العشرة جنيه أما هو قاعد كان قاعد برتاح كده فلاقيتها لقيتها بتديله العشرة جنيه قال لها يا ست أنا من الصحات قالت له يا ابني كلنا على بابا الله قال لها يا ست والله أنا من الصحات قالت له كلنا على بابا الله خذ يا ابني العشرة جنيه وهتأكل لولادك ودخل على ولادك وأكلهم وأنا ربنا يعني اسمه الكريم برزقني وانا عنده اكلي في البيت اللي اكل بيه يا للنهار قال لها يا ست قالت له والله يا ابن ما معي للعشر جنيه دي ولو كان معي اكتر لو كنت ادتها لك ربنا يكرمك ويديك ويرضك يا حبيب المهم الست دي مشت فقام نده على السواء بتاعه قال له شوف لي الست دي منين وهارد عليها توصل وشوف لي هي قاعدة فين وشوف لي بيتها في ايه المهم السواء راح قال لها يا ام يا ام قال لها انت هتمشي زي على رجلكي تعال انا رايح ايه انها وحيدة يعني الناحية ليه ما شفيت تعال اها وصلك لغاية بيتك قالت له لا يا ابن ما تزلمه بتاع قال لها لا تعالي ركبت المهم وصلها لغاية البيت ورجع للباش مهندس قال له الباش مهندس ايه شوفت ايه قال له ده انا شوفت البيت بتاعها ما يكائم يعني قوضة واحدة وحمام بعيد ومشترك وعندها ستة اولاد اولادها واولاد ابنها بتربيهم يتام وما حلتهاش اللضة ومش تلاقي يتاكل اصلا يعني انا استمعت وهي اما روحت قالت لي ليال معلش يا عيال النهاردة انا كل عيش خبز كده وهنحط عليه ملح ونعمل شاي هو ده لأكلهم المهم قال له طيب روح خد الفلس دي ادها لها واشتري اكل ويدوم وملابس وانت رايح المهم بقى راح الرجل عمل كده فخبط قمت فتح له وعرفته قال لها اخد الحاجة دي جايلك من وجه اللي يعني فخدتها وقعدت تدعي له وبتا المهم قرر ان هو ايه يعمل مع الست دي عمل كبير قوي قوي جزاء على اللي هي عملته المهم قعد راح هو يعني اتصل بحد من الاصحابه اللي كانوا في الخلايجة دول قال لهم فيه ست صفاتها كذا 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 واذا كنتوا هتطلعوا زكات الفطر الفطر تعالوا ساعدوها يعني الوجه اما الراجل صاحبه اللي هو المليونير ده قال له لا انا هبعط لك مبلغ من المال يعني حاجة بالملايين يعني حطولا في البنك الاول اشتري لها ارض ويعمل لها بيت ويعني خلي ولادها واحفادها يروحوا مدارسهم ويزبطوا حياتهم ويزواجهم على علي انا وانا طول ما نعايش الفلوس دي سبها لها في البنك وانا هبعط لها شهرية عشباهية وولادها والفايدة اللي تطلع من الفلوس تصرفها برضو عليهم برضو المهمة الراجل اللي هو المهندس ما بقاش مصدق اللي سمعوا ومش عارف يوصل للست دي القرم والعز والحاجات دي ازاي المهمة رح لها بس بهايقيته ولبس وقال لها يا ام انا ما كنت الشحات وانت العشرة جنيه الدتهالة دي ربنا دالك مئة مئة يعني الحسنة بعشرة امثالها فهو ربنا دالك ضعف وضعف وضعف امثال وفي واحد اخوية بعطلك فلوس كذا 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 وهحطهم لك في البنك عشان تصرفه على ولادك وعلى احفادك والبيت هاشتريلك ارض وهعملك بيت ستة مبقتش يعني قاعدت تصل وبكية طول الليل وتدعي من ربنا وتشكره وتحمد فضله على اللي هي عملته واللي تردلها في يومها وده جزاء الاحسان ما هو الا الاحسان وسبحان الله يعني هو فعلا فيه مثل بقول ما بتهونش اللي على الفقير هي ما كانش عندها اكل في بيتها وده تراجل العشرة جنيه عشان يروح لعياله بفلوس يعني يا رب بيكون فيه كتير كتير في الزمن ده من الامثلة دي لان احنا فعلا فيه ناس كتير تستاهل وفيه ناس كتير ممكن يكونوا حاليتهم ميسورة لكن مش لقين ياكلوا يعني تحسبهم من التعفف اغنياء يعني مش تقول ايه لأ ده مبسوط بولبس كويس لأ ممكن يكون في البيت مش لقين ياكل فسبحان الله والحمد لله السلام عليكم